السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المطبخ بالهنا مع مونة هقدم لكم النهاردة طريقة الصلطة المشوية الحرقة الصلطة دي أساسها تونسي طبعا احنا مش هنيجي زي التوانسة في تقديم الصلطة المشوية انما هقدمها لكم النهاردة بيد مصرية الصلطة دي صلطة حرقة جدا 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 يعني عبارة عن قدروات كده مشكلة مشوية بس خطيرة من الآخر أكل ضمار كده تعالوا معي بقى نشوف المقادير وطريقة التحضير معي هنا بقى المقادير بتاعتي معي نص كيلو أو كيلو لربع من الفلفل حب انك انت تخلطي فلفل رومي مع فلفل حرق برحتك معي هنا نص راس طوم يعني كبيرة أربع حبات من الطماطم طبعا الخضار كلنا غسله وبصلتين هدخلهم الفرن بقى يتشوه على النار عالية ولما يخلصوا ويتشوه وكويس أطلحه هنا بقى بعد ما طلحتهم وما لسه سخنين هاخد الفلفل بس وادخله في الكيس وقفل عليه علشان البخار ده اللي هيساعدني ان انا افكك الطبقة بتاعة الجلد بتاعة الفلفل بسهولة انا مش عايزكم تخسلوه تحت الماية يعني متقشرهوش تحت الماية سيبوا كده لما يفك الواحدة هنا بقى هاخد البصل الاول وقشرها واحدة واحدة وهاخد برضو التوم تقدروا انه كنتوا تضعفوا الكمية براحتكم خالص عايزين تعملوا نفس الكمية اللي انا عاملها دي هتعملكم طبق كبير يعني حلو لانها بتكون حراءة فيعني مش هتاكلوا منها كتير قوي يعني حابين ان كنتوا تخلطوها فلفل رومي وفلفل حراء زي ما قلتو لكم براحتكم خالص ده بيرجع لرقبتكم هقشر بقى الطماطم كلها بالشكل ده ولازم انه انا اصفي الماية بتاعة الطماطم دي اهم مرحلة علشان الصلاة دي ما ينفعش يكون فيها مياه ابدا لازم اصفي الماية بضغط عليها كده لحد ما الطماطم بالتاعتي كلها تجيب الماية مش عايزة الماية فيها خالص هصفيها بقى براحتها هنا بقى خدت الفلفل وهبدأ ان انا اقشره انا اكلتها عند واحدة صاحبتي انا منساش يعني طعمها كان عندها حفلة وكانت عاملة يعني عزو ملينا وكده وكانت من ضمنهم الصلاة الحرة دي وانا بموت في الحراء بصراحة يعني نزلت فيها بقى يعني وانتيت نفسي فجميلة جدا انا بعشقها بصراحة من وقت للتاني لازم ان انا بعملها يعني عندي في البيت بحطها في علبة وبحط عليها زيت زتون وبدخلها التلاجة وبحفظها يعني ممكن تفضل عندي باليومين بالتلاتة براحتي خالص باكل فيها هنا هقشر بقى الفلفل كويس قوي من القشر دي اهم حاجة وشيري البزر اللي في قلبه دي اهم مرحلة عندي وحطه هنا جنب الخضر هكمل بقى الفلفل وارجعلكم هنا بعد ما خلصت طبعا الفلفل وصفيت الطماطم كويس قوي زي ما اتفقنا مع بعض الطماطم لازم انها تكون ما فيهاش نقطة مية يعني تصفوها على قد ما تقدروا هحط بقى كل الخضر اللي معايا وفروم حابة انك انت تفرومي بالسكينة في ناس كتير توانسة بيفرومو بالسكينة على فكرة وبيعملو كده يعني بيقولك افضل ان هي بتكون خشنة شوية انما انا هعملها بالكب هاخد فرمة واحدة بس يعني حوالي تيئة اقل كمان تلف لفتين كده بس مش اكتر وهفصل عليها يهمني انها تكون خشنة شوية مش نعمة يعني الخضر ما بيكونش مطحون مية في المية بتكون شوية خشنة هوا رهلكم دلوية عشان برضو يبقى الشكل واضح شايفين شكلها اهو هو ده شكلها هنا بعد ما حطتها في الطبق بقى عشان ابدأ اتبلها اساس 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 السلطة الحرة حاجة اسمها الكروية والملح طبعا الكروية دي تنوع من انواع التوابل انتو استحالت لقو في مصر فبديله بقى هيكون يا ام بهارات الكبسة يا ام بهارات الفراخ خفيفة قوي وترش منها علشان ما تغيركيش طعم السلطة لو لقيت كروية هاتي كروية اسمها كروية وزيت زاتون ترشي بقى الزيت الزاتون طبعا بيبرد معاها شوية وبيخليها كويسة قوي شايفين شكلها والله طعمها خاطير هتدمنوها ان شاء الله لو كربتوه اهي كده خلاص خلصتها حطها بقى في طبق التقديم طبعا هي لازم بتتزين بالبيض وبالزاتون الزاتون الاسمر بس انا معديش الازاتون البني ده ودي طريتي في التقديم يارب بتكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكمان اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي من النحال